عارفين أن فهم استوصوا بها خيراً؟ مع قولي صلى الله عليه وسلم خيركم وخيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده قال أن أهل مصر دول لهم زمة ورحمة وفرواية وصهراً وكأن الرسول الله عليه وسلم يقولهم صعيح في أهل البيت بس كمان صعيح في أهل الرحم وأهل المصهرة فكما تستوصون بأهل البيت خيراً يستوصوا بأهل مصر خيراً لأنهم أهل الرحم وأهل المصهرة فحدث النبي صلى الله عليه وسلم وكأننا بيجعلنا من أهل قربه ومن أهل ومن علته مش هنقول من أهل بيته عشان بس الناس ما يتفهمناش على غير الوجه لكن من العائلة المتسعة فرسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل أهل مصر من هذا فإن لهم نسباً فإن لهم ذمة ورحمة أو وصهراً في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن إحنا في حما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بابوا بالإمام النبي لهذا الحديث في شرحه باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر وكانه بيقول لنا في شرحه إن يخلوا بالكم إن أهل مصر هؤلاء منسوبين إلي فشكراً يا رسول الله شكراً على النسبة وشكراً على الجمال وشكراً على الرحمة وشكراً على إن حضرتك جعلتنا في بؤرة الحياة مرة الحياة التي فيها صحيح إحنا كمان بنستوصي خيراً كمان بالعالم كله وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصى الناس تأخذ جنداً كثيفاً لإن جنت أهل مصر من خير أجناد الأرض وكأنهم دولة زخيرة العالم دولة حما الناس وعشان كده لازم نفهم إن هذا الحديث وهو بيبين الأسباب اللي إحنا فيها بنكون في نسبة رسول الله الزمة يعني الحرمة وحق الزمة وحق الزمان معناه لاحترام وليس المقصود أنهم أهل زمة فقط ولكن إنهم مقصود أنهم أهل احترام وتأتي الحاجة التانية إنهم ليهم رحم والمقصود بالرحم إنهم ليهم بالسيدة هاجر أم إسماعيل أم العرب لما أهدت أهدت لسيدنا الخليل إبراهيم والمعنى التالت المصاهرة والمقصود بها إن السيدة ماريا أم سيدنا إبراهيم ابن الرسول الله صلى الله عليه وسلم من مصر تعالوا نجمع ما بين التلاتة دولة نشوف كده احترموا أهل مصر عشان هما من قديم الأزل علاقتهم بالأنبياء وفي نهاية النبوة علاقتهم به ودايما علاقتهم علاقة رحمة ونور وعشان كده بتيجي من ناحية الأمهات السيدة هاجر والسيدة ماريا ويظل فكرة المصاهرة هنا بتشير إلى شيء مهم جدا المصاهرة اللي فيها الحفاظ على بنية المجتمع المصر بالعيش المشترك يا سادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوانا لنحن نحافظ على مصر بخصائصها لأن خصائصها دي هي اللي بتفتح الباب لكي تكون مصر كنانة تكون مصر حماية وتكون مصر درع وتكون مصر كمان هي الباب المفتوح لخير الله سبحانه وتعالى ولحفظ الله للبشر مصر ما وقفتش قدام الإرهاب بس مصر كمان بتقف قدام كل محاولة لتمرير أي فكرة وتمرير أي محاولة للقضاء على الإنسان فمصر خزانة الإنسان والإنسانية ترجمة نانسي قنقر